بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في موضوع في الاقتصاد الجزئي. يتكلم او بعنوان توازن المشروع في زل سوقي المنافسة الكاملة والاحتكار الكامل. اولا ما هي شروط المنافسة الكاملة? من شروط المنافسة الكاملة تغفر عدد كبير من المنتجين والمستالكين بحيث يعجز كل منهما منفردا عن التأثير في السعر. تجانس السلع المنتجة. العلم الكامل باحوال السوق. حرية الدخول والخروج من السوق. عدم وجود تكاليف نبل. ويمكن توضيح توازن المنتج في زل المنافسة الكاملة في زل العديد من الحالات. المشروع من الممكن في الاجل القصير ان يحقق ارباح غير عادية او يحقق خسائر في الفترة القصيرة. وقد يحقق ايضا ارباح عادية في الفترة الطويلة. ويمكن توضيح كل حالة كما يلي. توازن المشروع في حالة تحقيق ارباح غير عادية. يحقق المشروع ربح العادي بمعنى ان الربح يكون موجب ازا كان التمن اللي منبيع بالمنتج هو اكبر من متوسط التكلفة الكلية. ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل البياني التالي. هيلاحظ من الشكل التاني ان في زل المنافسة اهم ما يميزها ان سامن بيكون سابت. ولذلك يمثل خط التمن بخط مستقيم وهو الخط س وهو يساوي الف ميم اللي هو الاراضي المتوسط والاراضي الحدي وهنا السمن يكون خط مستقيم موازي لمحور الافك اللي هو محور الكمية. شرط توازن المشروع هو ان التكلفة الحدية تتساوى مع الاراضي الحدي. وهنا اه منحنة التكلفة الحدية عبارة عن اعلامة صح اللي هو يرمز دو بالرمز تحها. هيتقاطع مع الاراضي الحدي في النقطة نون. وبذلك يحدد كمية التوازن كاف وسائل التوازن س. وهنا يكون الاراضي الكلي عبارة عن المربع ميم كاف نون س وهو حاصل ضرب الكمية في السمن. فميم كاف الكمية في السمن ميم س هيساوي المربع ميم كاف نون س. وفي حالة تحقيق ارباح غير عادية اي ارباح مجابة نجد ان منحنة متوسط التكلفة هو عبارة عن المنحنة هو اسفل خط التمن. ولذلك اه يكون متوسط التكلفة الكلية ميم كاف هي لام. وبطرح التكلفة الكلية ميم كاف هي لام من الاراضي الكل يمين كاف نون س يتم تحقيق ربحه العادي وهو المساحة المزللة امامنا وهي نون هي لام س من الممكن ايضا ان يحقق المشروع خسارة في الاجل القصير ويحقق المشروع خسار اذا كان التمن اللي بنبيع بيه هو اقل من متوسط التكلفة الوحدة. ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي. شرط التوازن واحد في جميع الحالات ان هنا التكلفة الحدية تحها يتقطع مع الاراضي الحدي الفها في النقطة نون فيحدد الكمية التوازن ميم كاف وسائل التوازن ميم س وبذلك يكون الاراضي الكلية هنا المربع ميم كاف نون س وهنا في حالة خسارة يكون منحنة التكلفة المتوسطة اعلى خط التمن فوق. خط التمن اه هو الخط ته ميم وبذلك تكون التكلفة الكلية ميم كاف وهي اكبر من الاراضي الكلية ميم كاف نون س وبالفرق بين الاراضي الكلية والتكلفة الكلية تكون المساحة المزللة هي عبارة عن خسارة يحققها المشروع وهي المربع هي نون آآ س ليم. توازن المشروع في حالة تحقيق ربح عادي في الاجل الطويل وهنا يعني ان وضع التوازن في الاجل الطويل المشروع لا يحقق ارباح ولا يحقق حسائل وتحدث هذه الحالة اذا كان السمن يساوي متوسط التكلفة يعني انا كلفت المنتج خمسة جنيه بيته بخمسة جنيه ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي نجد ان هنا التكلفة الحدية تتقطع مع الاراضي الحدي الف ح في النقطة نون وكمية التوازن ميم كاف وسعر التوازن ميم س وبذلك الاراضي الكلية يكون ميم كاف نون س ويلاحظ ان احنا في هالة تحقيق ربح عادي اي ان التكلفة المتوسطة تساوي التمن ولذلك يتم مرسم منحنة تكلفة المتوسطة على خط التمن من نقطة نون وبذلك تكون التكلفة الكلية ميم كاف نون س تساوي الاراضي الكلية ميم كاف نون س وهنا يحقق المشروع عادي. توازن المشروع في زل ظروف الاحتقار. الاحتقار المقصود به وجود منتج واحد هو الذي ينتج السلع ويبيعها ويستطيع المنتج ان يتحكم في السعر كما شاء ولذلك ما يميز الاحتقار على المنافسة ان في الاحتقار السعر بيكون متغير انما في المنافسة يكون السعر سابت. اه وبالنسبة اه لحالات توازن مشروع في حالة الاحتقار هي اه مثلها مثل حالات توازن في حالة المنافسة. اه ويلحظ ان في حالة تحقيق. المشروع في حالة الاحتقار. ارباح غير عادية تحدث اذا كان السمن اكبر من متوسط التكلفة الكلية. ويمكن توضيح ذلك من حلال الشكل التاني. نجد ان منحنة اه التكلفة الحدية تحها يتقطع مع الاراضي الحدي الف ح في النقطة نون. ويكون اه كمية التوازن ميم كاف وسعر التوازن الهديده يتم الخروج من الكمية الى خط السعر لتحديد السعر ميم سي. ويكون الاراضي الكلية ميم كاف عين سي. اه وفي حالة ايضا الرفح غير العادي يكون منحنة تكلفة متوسطة اسفل خط التمن. وبذلك تكون التكلفة الكلية ميم كاف هيه لام. ويحقق المشروع ارباح غير عادية بقدرها عين هيه لام سي. الحالة التانية هي حالة تحقيق خسارة. وهنا يحقق المشروع خسارة ازا كان التمن اقل من متوسطة التكلفة الكلية. ويمتوضح ذلك من خلال الشكل التاني. نلاحظ هنا ان التوازن اه كما سبق تكلفة الحدية مع الاراضي الحدي في النقطة نون والاراضي الكلية ميم كاف فيه لام. وفي حالة الخسارة يكون منحنة تكلفة متوسطة اعلى خط التمن وتكون التكلفة الكلية ميم كاف هيه لام. والفرق من الاراضي الكلية والتكلفة الكلية هو عبارة عن مربع المظلل هيه هينسيه لما هي تمثل مقدار الخسارة في حالة الاحتفال. في الاجل الطويل ما ممكن ان يحقق المحتكر ارباح عادية. وهنا تحدث ازا كان التمن يساوي متوسط التكلفة الكلية. وهنا المشروع لا يحقق ارباح ولا حقق خسارة. ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي. هنلاحظ ان الاراضي الكلية ميم كاف عين سيه. يساوي التكلفة الكلية ميم كاف عين سيه. وبذلك يكون المشروع حقك ارباح عادية اه في الاجل. حالة عملية على توازن المشروع. في سوء المناسب. ازا كده تمن الوحدة المباعة اتناشر جنيه. والتكاليف الكلية يوضحها الجدول التالي والكميات المباعة. او الكميات المتقنة. المطلوب. تحديد في اي سوء يعمل هذا المشروع. تحديد حجم التوازن المشروع. ومقدار الفائد مع توضيح حالة التوازن بيانية. اه بالنسبة لنوع السوق اللي بيعمل فيه المشروع لو جينا نحل. اه هنبص للتمن. فبما ان التمن هو سابت وهو اتناشر جنيه ازا هذا السوق هو سوق منافسة كاملة. وبذلك يعمل المشروع في زل سوق المنافسة الكاملة. عشان نعرف توازن المشروع احنا قلنا ان شرط التوازن ان التكلفة الحدية تتساوى مع الايراد الحدي. ازا يجب حساب التكلفة الحدية والايراد الحدي. ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالي. هنعمل الجدول هنحط فيه الكميات زي ما موجودة في التمرين. وهنحط فيها التمن وهو معطاة اتناشر جنيه في التمرين. وهنحط عمود التكاليف الكلية وهو معطاة التمرين. هنحاول نحسب الاراد الكلية عن طريق ضرب عمود الكمية في عمود التمن. فنحصل على الاراد الكلية كما هو موضح بالشكل الذي امامنا. اه. سفر في اتناشر بسفر واحد في اتناشر باتناشر. اتنين في اتناشر باربعة وعشرين. وهكزا. آآ ثم يتم ايجاد الاراد الحدي. والاراد الحدي هو عبر عن الفرق في الاراد الكلية الوحدتين متتاليتين. ازا الاراضي الحدي هنحسبه ازاي? هنبص على عمود الاراضي الكل. ونرخص مين? كل فرق في الاراضين لوحدتين متتاليتين. فعند الكمية سفر الاراضي الحدي بسفر. طب نيجي للوحدة واحد. الاراضي الكل بكام? اتناشر. هنطرح منه الاراضي الكل عند واحدة سفر اللي عبليها اتناشر ناقص سفر. يبقى اتناشر. ونيجي عند الواحدة التانية الاراضي الكل اربعة وعشرين ناقص اتناشر. الايراد الكلي الكمية واحدة هيساوي اتناشر. ونستنتج مما سبق ان في المنافس لازم التمن يتساوم على الايراد الحدي. طب بالنسبة للتكلفة الحدية نحسبها ازاي? هي الفرق في التكلفة الكلية لوهدتين متتائيتين. فهنيجي برضو عشان نجيب التكلفة الحدية هنشوف الفرق في التكلفة الكلية لكل واحدتين تحت بعضهم. فهنيجي التكلفة الكلية الوهدى الاولى تلاتين. طب واللي قبلها كانت كام تكلفة كلية عشرين يبقى تلاتين اهز عشرين بايزا الهدى ناقص التكلفة الكليه يبقى اتنين. ونحسب التكلفة الحدية بهذا الشكل. ثم نجيب عمود الفائد وهو الربحة او الخسارة. وده عبارة عن عمود الايراد الكل ناقص التكاليف الكلية. شرط التوازن. عشان نجيب شرط التوازن لازم نشوف عمود التكلفة الحدية والايراد الحدي. نشوف تساوي فين. هنجد ان الايراد الحدي والتكلفة الحدي تساوي عند الوحدة رقم سبعة. يبقى اذا نتحقق توازن المشروع هنا عند الوحدة رقم سبعة. لان التكلفة الحدية اتناشر تساوي الايراد الحدي اتناشر عند هذه الوحدة. وبذلك نجد ان الفائد هنا اتنين وعشرين وهو موجب. اذا آآ هذا يعني ان المشروع يحقق ربح غير عادي طالما ان الربح موجب. اذا كان الربح سالب عند نقطة التوازن يكون هنا خسارة لو كان سف يبقى ربح عادي. اه بالنسبة للتكلفة المتوسطة ديت بنحسبها ازاي هي عبارة عن التكلفة الكلية على عدد الوحدات او على الكمية. فهنقسم عمود التكاليف الكلية على الكمية عشان نوصل للتكلفة المتوسطة. وانا اهمني فقط التكلفة المتوسطة عند نقطة التوازن لها الوحدة رقم سبعة. فنحسبها ازاي? اسمنا التكلفة الكلية عند الوحدة رقم سبعة اتنين وستين جنيه على الكمية سبعة يديني تمانية وخمسة وتمانين من مين. ولزيك لو جينا نعبر عن شرط التوازن ده لعينيا هيتم تضيحه من خلال الشكل التالي. احنا هنا ترمى ان التمن ثابت اتناشر يبقى ده سوق منافسة يبقى نرسم توازن مشروف في حالة تحقيق اربعة غير عادية في سوق المنافسة الكمة. ونضع الارقام كما هي بالتملين كمية التوازن عند الوحدة رقم سبعة فكتبنا سبعة وحدات وسعر التوازن اتناشر وتكلفة متوسطة تمانية وخمسة وتمانين من مين. اه حالة عملية اخرى ولكن اه على سوق الاحتكار حجم الانتاج عندي التكاليف الكلية وادي الاتمين. فعشان احدد نوع السوق هنا في مطلوب رقم واحد. هنبص للتمن. التمن مختلف. ومهوض اكتر من تمان. يبقى ازا ده سوق احتكار كامل. احدد حجم التوازن بنفس الطريقة السابقة في سوق المنافسة. لازم ان التكلفة الحدية تساوي الارادة الحدي. ازا انا هنقل بيانات التمرين. اه مرة اخرى. نظرنا للجدول المبنات دلوقتي. احنا هنبص ان برضو بنفس الطريقة حسبنا التكلفة الحدية. الفرق في التكلفة الكلية الوحدتين متتريتين والارادة الحدي نفس الكلام. ولكن ليفرق المنافسة عن الاحتكار ان في المنافسة لازم التمن يساوي الارادة الحدي. انما في الاحتكار لا نلاقي ان التمن مختلف تماما عن الارادة الحدي وهيتم حساب الارادة الحدي عن طريق حساب الفرق في الارادة الكلية الوحدتين متتريتين. لو بصنا في عمود الارادة الكلي ستين في الواحد رقم واحد نقص اللي قابليها يبقى ستين الارادة الحدي. الواحد رقم اتنين مية وعشر الارادة الكلي نقص اللي قابليها ستين يبقى خمسين وهكذا للنهاية. بعد ذلك اه شرط التوازن التكلفة الحدية تساوي الاراضي الحدي فهنبص على عمود التكلفة الحدية والاراضي الحدي هنجد ان هما تساوي 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 عشرة وعشرة وذلك عند الوحدة رقم ستة. اذا المشروع يحقق التوازن عند الوحدة رقم ستة لان التكلفة الحدية عندها عشرة تساوي الاراضي الحدي عشرة. ولو بصنا للفائط هنا اللي هو مجدار ربح الخسارة هنجد ان هو موجب اربعين. اذا طالما موجة بيبقى المشروعين هيحقق ايضا اربعة غير عادية. ويتم توضيح ذلك عن طريق الرسم البياني. نرسم توازن المشروع في حالة الاحتقار في حالة تحقيق رجحة غير عادي. وذلك كما سبق وضحناه. ويتم وضع سعر التوازن خمسة وتلاتين جنيه. وكمية التوازن ستة وحدات وهي موجودة في الجدول بالتمرين. وفي النهاية طبعا تشكركم وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.